الدورة الثانية أهمية العقيدة الصحيحة للمسلم الدارس الثاني كيف يمكننا إثبات أن ما ندعو إليه هو الحق بظنك ما السبب الكامن وراء رسوخ الإسلام في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من زمننا هذا فنحن الآن لدينا ما لا يعد ولا يحصى من شتى الوسائل المساعدة وأعداد من يعتنق الإسلام أكبر في زمننا فالآن لدينا المزيد من الوسائل لكن الإسلام لم يعد كما كان في ذلك الوقت ما الفرق بيننا وبينهم هذه مسألة مهمة لابد لنا نحن المسلمين من فهمها والتمعون فيها إن أردنا النجاح حقا في سبيل الدعوة ما تميز به أصحاب الرسول رضوان الله عليهم هو الركيزة الإسلامية الصحيحة فبالرغم من تمكننا من مختلف التقنيات الحديثة والمشوقة للدعوة إلى دين الإسلام إلا أنه لا جدوى منها إن كنا نفتقر للخلفية العقدية الصحيحة فلتمهيد طريق الدعوة لنا علينا أولاً ودائماً أن نعتني بعقيدتنا الإسلامية وتقويتها قبل دعوة غيرنا فهي الركيزة وهي الأساس وأن نطبق كلمة الحق لا إله إلا الله بجوارحنا وفي كل تفاصيل حياتنا لا أن تنطق بها ألسنتنا دون أن نعقلها أو نطبقها قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فكيف يمكننا تطبيق العقيدة في حياتنا إذا لم نفهمها حق فهمها وكيف يمكننا عبادة الله تعالى على الوجه الذي يرضاه إذا لم نعرف الله عز وجل حق المعرفة فلهذا علينا أن نرجع الفكرة والنظرة كرة أخرى وكرتين في تدبر هذه الآية فالذي يستفاد من هذه الآية أنه علينا أن نعلم يقينا أنه لا إله إلا الله وأن لا معبود بحق سواه وأن نعمل بما تقتضيه فالدلالة الواضحة هنا هي التأكيد على وجوب توحيد الله ومعرفته فينبغي لنا ممارسة التوحيد كمنهج للحياة وترسيخ دعائم التوحيد في أنفسنا عندها سيتجلى هذا المعنى في حركاتنا وأقوالنا وعندها سنرى أثر دعوتنا على الآخرين عندما يرون أثر لا إله إلا الله علينا وعلى حياتنا مما يمهد لنا طريق الدعوة إلى الله بإذن الله وإيصال الرسالة ولكن ما الرسالة العظمى التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة أنبياء الله جل جلاله قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه رسالة أنبياء الله جميعا لكافة الناس وهي عبادة الله جل جلاله وحده والنهي عن أن يشركوا به شيئا ونستطيع أن نتبين أهمية التوحيد والعقيدة بورود ذكرهم في مواضع كثيرة من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتوحيد هو الأصل العظيم الذي دعت إليه الرسل جميعا باختلاف مجتمعاتهم وأزمنتهم فلم يأتي نبي من أنبياء الله إلا وقد أمر قومه بإخلاص التوحيد لله ونهاهم أن يشركوا معه غيره اشتركوا في القناة